بإعلان وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي إصابات جديدة للمرة الأولى منذ ظهور كوفيد تسعة عشر مقابل سفر وفيات خلال الساعات الأخيرة تكون الجزائر قد انفردت بإنجاز صحي مبشر بنهاية وشيكة لأزمة كورونا وفيما يبدو أن معالم الخلاص من الفيروس بدأت تظهر وتترجم أرقاما غلق للحدود جوا وبرا وبحرا وتأمين اللقاح بأنواعه للمواطنين وفرض حظر تجوال في المدن والحد من التنقلات وفترات حجر صحي فردية وعائلية إجراءات نفذتها الدولة الجزائرية بصرامة قصد السيطرة على الوباء في البلاد بعد أن عرف انتشارا مخيفا في أغلب مدنها وضواحيها وتسبب بأضرار بشرية واقتصادية أرهقت كاهل الدولة والمواطن معا لمدة عامين كاملين سيما في الموجة الخامسة التي سجلت مستويات قياسية في عدد الإصابات والوفيات تكبدت فيها الجزائر خسارة كبيرة لأمهر أطبائها وتواقمها الطبية من ممرضين ومساعدين تجندوا في معارك شرسة لمجابهة الوباء جراء الموجة الخامسة التي وصفت بالمرحلة الشرسة والأخطر عدوى للفيروس إلا أن تكاثف جهود المواطنين ومساعي الأطباء بالتعاون مع المؤسسات الخيرية للتخلص منه شكل عوامل إضافية لعبت دورا إيجابيا للحد من انتشاره وانحصاره وعلى الرغم من بلوغ الصفر وطمأنة الوضع نسبيا إلا أن مخاوف السلطات الصحية في الجزائر تبقى قائمة وتدعو المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والالتزام بالمسافة الجسادية المحددة مؤكدة على أن الوعي بضرورة التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة الفيروس نهائيا